احتفالات عيد الميلاد المجيد تعم أرجاء الجمهورية والرئيس السيسي يدعو المصريين للوحدة والتكاتف من أجل الوطن واشنطن تعلن تقديم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بأكثر من 3.75 مليار دولار وكييف ترحم بشدة بعد مخاض عصير مكارث يفوز برئاسة مجلس النواب الأمريكي في الجولة 15 من التصوير الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم كل عام وحضراتكم بخير تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة بعيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة وخلال كلمة له دعا الرئيس السيسي أن يكون هذا العام عام سلام وخير وأمن ومان ومحبة على العالم بأسره كل سنة أنتم طيبين جميعا وعيد سعيد عليكم وعلينا كلنا جميعا ويا رب السنة دي تبقى سنة خير وسلام وأمن ومحبة علينا كلنا مش بأسر في مصر مش بأسر في مصر في العالم كل يا رب يا رب السنة دي تبقى سنة خير وسلام وأمن وأمان ومحبة علي الدنيا كلها دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصريلي أن يتحلى بروح الوحدة الوطنية وأن لا يستمع إلا للمصادر المسؤولة أضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يتابع قلق الشعب المصري وخوفي وأكد في الوقت ذاته حرصه الدولة وحرص الدولة على تخطي تأثيرات الأزمة التي يشهدها العالم الكلام اللي أنا بقوله ده كلام مهم قوي لأن أنا شايف وسامع كويس قوي أن الناس في مصر الآن طيب أنت الآن ليه يقولك أنا خايف عليها وأنا سعيد بخوفك عليها فأنا بقول لكم لا ما تخافوش لسببين السبب الأولاني أن ربنا موجود وهو عز من الكل وأكبر من الكل ويقدر يعمل كل حاجة طيبة لنا طيب إحنا نستحق كده بنحاول نبقى نستحق هذه واحدة إتنين إحنا كدولة بمسؤوليها حارصين على أن إحنا الأزمة الكبيرة اللي موجودة في العالم ديت تأثيراتها ضخمة جدا الدنيا حتبقى بعد الأزمة الأخيرة ديت حتبقى مختلفة عن الدنيا اللي احنا شفناها قبل كده والأزمة الاقتصادية دي حتأثر في دول كتير لو استمرت الحرب دي السنة دي أو أكتر طيب إحنا إحنا فين إحنا الحمد لله رب العالمين ماشيين كويس وإن كنا بنعاني يعني بنعاني آه لكن ما نخافش ما نقلقش وبقول من فضلكم هتلاقوا ناس بتتكلم كلام كتير أقل حاجة اللي بيتكلم ده ما يعرفش فيقول لك خلي بالكوا قناة السويس يا قدس البابا مش عارف هعملوا فيها إيه خلي بالك حيبيعوا حاجة ما نقولش عليها طب ليه مش هقول ليه لو في حاجة هعملها هقول لكم كلكم وزي ما أنا بتكلم كده هتكلم وأقول طب حاجة تانية أخيرة وخلاص هي مصر لو تعبد هنتخلى عنها هنتخلى عنها أنا بتكلم صحيح خلاص بقى عام سعيد كل سنة أنتوا طيبين ربنا يعفزكم ويا قدس البابا دعواتكم الطيبة لينا والمصر دعواتكم الطيبة لينا والمصر كل سنة أنتوا طيبين استقبل قدسة البابا توأدرس الثاني بابا الإسكندرية بترياق الكرازة المرقصية في الكاتدرائية المرقصية بالعباسية عددا من الأباء الأساقفة والكهنة وأعضاء مجالس الكنائس جاء ذلك في إطار تقديم التاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد حيث حرص البابا توأدرس الثاني على مصافحاتهم والتحدث معهم وتهنئتهم بالعيد موسيقى موسيقى العالم مليان أديان والأديان السماوية جاءت من أجل تهزيب حياة الإنسان ومن أجل حياته في الفضيلة ومن أجل أن يعيش إنسانيته بطريقة صحة عشان كده الأديان لو ظهر فيها أي اختلافات الإختلافات ده هي بطبيعة كل دين فيه كده لكن الأديان بصفة عامة تتوافق على المبادئ الإنسانية والحياة البشر والمعاملات بين البشر وبين الإنسان في التربية في الأخلاق في النشأ في الأمانة في الإخلاص كل دين مبادئ موجودة في كل الأديان عشان كده الأديان تتوافق على هذه المبادئ الإنسانية والاجتماعية تحتفل الكنائس المصرية بعيد الميلاد المجيد من كل عام وسط أجواء تغمرها الفرحة والسعادة من مختلف المشاركين بلا احتفالات وتحتفل الكنائس الشرقية في السابع من يناير من كل عام بعيد الميلاد المجيد والذي يمثل الكثير من القيم والرسائل الإنسانية وسط أجواء احتفالية وحدد جموع الشعب المصري احتفلت كنائس مصر بعيد الميلاد المجيد بمشاركة عدد كبير من الشخصيات العامة والوزراء وكبير رجال الدولة في رسالة توضح معنى الوحدة والطأخي التي يعيشها المجتمع المصري البداية كانت من الكنيسة الإنجلية التي شهدت احتفالات وفرحة سيطرت على كافة المشاركين بعيد الميلاد بقول لكل إخوتنا من الديانة المسيحية كل سنة طيبين بمناسبة عيد الميلاد المجيد وإحنا طبعا جايين كأنا جاي كممثل للأظهر الشريف نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر بقول لهم كل سنة طيبين ومصري في هذا العهد في عهد فقامة الرئيس عفتاح السيسي طبعا بنقول إن مصر بلد الأمن بلد الاستقرار بلد التعايش لا فرق فيها بين مسلم ومسيحي أقول للشعب المصري النهاردة مصر اليوم في عيد في احتفالنا بعيد الميلاد المجيد شفت كل قيادات ورموز المجتمع ممثلة في عفلنا وهي دي مصر مصر بتتضافر معا تجتمع معا في كل المناسبات في الأفراح وفي الأطراح وفي مقولة جميلة تقول الأفراح إذا وزعناها زادت والأطراح إذا اقتسمناها زالت وده شعبنا المصري في كل مناسباتنا كلنا معا كلنا معا بنكتمع معا كما احتفلت الكناس الأرض زوكسية بعيد الميلاد المجيد في مختلف محافظات الجمهورية وعلى رأسها قد رأيت ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة يا رب بالسلام والمحبة ويرفع عن العالم الغلاء والحروب في العالم كلها ودي سلام والتسامع في الناس كلها نقول لكل المصريين كل سنة أنتم طيبين في عيد الميلاد المجيد من كنيسة كاتدرية ميلاد المسيح والحقيقة أن مصر دايما تفضل رمز للتعايش والتسامح وحاضنة لكل المصريين بأمن وبأمان وبسلامة وربنا يجعلنانا للعام الجديد عام كل رخاء وسعية إن شاء الله وشهدت محافظة الجيزة احتفال مطرنية الجيزة للأقباط الأرفزوكس بالعيد عيد الميلاد المجيد عيد كبير عندنا بنحتفل به باستعدادات كتيرة بصوم الميلاد وبرامون الميلاد بنستعد العيد الميلاد وطبعا فيه زينة خارج الكنيسة لكن المهم زينة قلوبنا بالتوبة واستعداد لميلاد المسيح فده حدث كبير غير تاريخ العالم كله وقسم التاريخ قبل الميلاد وبعد الميلاد الكناسة الشرقية تحتفل بعيد الميلاد المجيد في يوم السابع من يناير من كل عام وهو يوم ميلاد السيد المسيح الذي يبعث بالكثير من القيم والرسائل الإنسانية التي تحثوا على الخير ونشر السلام والمحبة بين عموم البشر وفي كنيسة السيدة العذراء مريم بالمصرة التي تعض الأقدم في حي شبرة حيث تم بناؤها عام 1924 كانت الفرحة حاضرة على جميع الحاضرين احتفالا بعيد الميلاد المجيد احنا بنحتفل الليلة بعيد ميلاد السيد المسيح لكل مجد الذي أعطى للعالم الخلاص والسلام والمحبة وتمعنينا والهدوء ونتمنى من كل علوبنا لأرضنا الحبيبة مصر كل خير وكل باركة وكل سلام أنا بقى مبسط جدا لما باجي يعني الكنيسة وكمان بفرح وأنا ببقى مع صحابي وبقى مع عائلتي يعني بيبقى يوم حلوة لما احنا بنقضي مع بعض وكده النهاردة الحب تولد اللهم أحبه دي رسالة سلام للنينة والبلد والعالم كله ربنا يجعل للسنة الجديدة تبقى خير على بلدنا لازم نحب الناس ويبقى فيه محبة والسلام زي ما المسيح محبنا وبزل إبنا والوحيد العيد فعلا بيجمعنا كلنا مع بعض كده كمسيحين ومسلمين في مكان واحد وبنحس طبعا بالإخوة وبتحق وبيعم السلام احنا بنبقى صعداء جدا ومبسوطين جدا بالاحتفالات بأي حاجة لأن أول حاجة احنا بنسع عليها إن هي نعيش في حياة السلام باجي أحضر الأداس وببقى فرحان وبحب قابل صحابي يعني بيبقى أحسن يوم في حياتي يوم العيد ده بنقدي الأداس أنا وولادي وبكرة بإذن ربنا راحين عند والدتي وبنخرج بقى زوجي وعيالي مع بعض طبعا إحنا بنيجي كلنا بقى كنا مهتمين جدا بأداس الصلاة وبعدها بقى خلاص يعني الدنيا بتبقى كويسة الحمد لله هكذا تزينت الكنائس المصرية بالشموع وأشجار عيد الميلاد باللونين الأحمر والأخضر والهدايا وملأت مراسم الصلوات قدس عيد الميلاد المجيد لعام 2023 بروح احتفالية بعثت برسائل محبة وسلام إلى العالم أجمع شهدت مختلف الكنائس في محافظات الجمهورية حضورا كبيرا من المواطنين وذلك تزامنا مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وإقامة صلوات القدس وذلك وسط مشاعر من المحبة والتأخي في ظل حرص عدد من المسؤولين والقيادات التنفيذية بالمحافظات على مشاركة الإخوة الأقباط احتفالاتهم حضور كبير شهدته مختلف الكنائس في محافظات الجمهورية تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد وإقامة صلوات القدس كل سنة وانتم طيبين احنا النهاردة طبعا في مطرنية البحر الأحمر كنيسة أم بشنودة كنا النهاردة بنقابل المهنئين مجتمع جميل مجتمع نموزجي مجتمع البحر الأحمر بقيادة معالي الوزير السيد المحافظة عمرو حنفي القيادات الجيش الشرطة قيادات الوزارات سادة وكلاء الوزارة الرؤساء المدارس النظار يعني المجتمع كله متعاون فرحان بمسؤوليته عارف ان احنا هنا ملتقى كل الأمم كل السنة وانتم طيبين وتعيشوا وتجونا في المواسم والأعياد الدينية والأعياد القومية ودي هي طبيعة مصر مصر بخير بشعبها وبكل المحبين اللي هم بيقدموا محبة خالصة لأن شعب مصر شعب عريق يعني امتد إلى عبر العصور وهو انفرد في الإنجيل آية لمصر يقول مبارك شعب مصر مبارك شعب مصر دي حاجة مخصوصة وربنا حاطة عينه على مصر وهنقول لكل المصريين كل السنة وانتم طيبين وعود عليكم الام بخير في ميلاد السيد المسيح ترنمت الملائكة قائلة المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصري وفعلا ميلاد السيد المسيح جاء برسالة سماوية هي رسالة المحبة والسلام اللي صار بين الله والبشر وما أحوج العالم في هذه الأجواء المشحونة بالحروب والمنازعات في أماكن كتيرة سواء كانت هذه الحروب حروب عن طريق استخدام الأسلحة التقليدية أو أسلحة اقتصادية أو سياسية ما أحوج العالم في هذا الوقت للسلام وهي كلمة والأنشودة اللي رنمتها الملائكة في ميلاد السيد المسيح كلمة تهنئة لكل الشعب المصري وليقيادات الكنيسة خلاصة البابا طوادرس التاني وليفت الأنباء بخوميوس مطران البحيرة ومطروح وشمال أفريقيا ولكل المصريين وربنا يجعل الأيام بخير وسعادة كلمة خاصة بالعيد في كلمات قليلة عيد الميلاد يحمل مجموعة من الدروس من خلال الشخصيات المرتبطة بعيد الميلاد لعدرة مريم ناخد منها درس النقاوة القلب والطيبة والبساطة مشاعر المحبة والنسيج الوطني والوحدة ظهرت جاليا خلال احتفالات قدس عيد الميلاد إذ حرص عدد من المسؤولين والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظات إلى جانب عدد من ممثل القوى والأحزاب السياسية على تقديم التهنئة بعيد الميلاد من هنا من أرض محافظة مطروح أتلنا اليوم إلى كنيسة سيدة العزراء بمطروح لتقديم التهنئة لكل أبنائنا وأخواتنا ومواطني مطروح من الأقباط في عيد الميلاد المجيد نقدم لهم التهاني ونقول لهم عيد سعيد وسنة سعيدة علينا جميعا رب يذن الله تعالى وإنه حدد كنا نقدم لهم التهاني مع كل الأجهزة التنفيذية والشعبية بمطروح لأن شعب مصر ومنها مطروح ومصر كلها بأقباطها ومسيحيها هم نسيجا واحد أمنياتي إن شاء الله أن مصر تكون بخير وكل الشعب المصري سواء كان مسيحيين أو مسلمين يقبوا بخير وكل سنة وشعب المصري كله طيبين وإن شاء الله القادم أحلى إن شاء الله سنة سعيدة على الناس كلها وبإذن الله كل الخير للناس كلها وربنا ينزع الحزن والهم والغم عن الناس كلها وتبقى الناس كلها في صحة وسعادة إن شاء الله نتمنى الحب يسود والسلام يسود وكل حاجة تسود أنا أقول لكم سلامة طيبين ومصر كلها بخير وسيادة الرئيس بخير وسيدنا كدس البابا طورس بخير وسيدنا أبا بخوم كل الشعب المصري كله بخير وربنا يجعل سنة سعيدة على الناس كلها سلامة طيبين وكل شعب مصري بخير وسلام وسعادة إن شاء الله ويكون علينا سنة سعيدة على كل كل المصريين بإذن ربنا وتأكيدا على مشاعر الأخوة وروح الوطنية والتسامح الذي يميز أبناء عدد من المسلمين على مشاركة في احتفالات عيد الميلاد لتبقى مصر مهدا للسلام والمحبة وموطنا للأمن بوحدة وتكاتف جميع أبنائها قام محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة وممثل عدد من قيادات المجتمع المدني بزيارة إلى مطرانية الإخوة المسيحيين في ضحية السلام بالعريش وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد وخلال الزيارة تقدم محافظ شمال سيناء بالتهنئة لجميع المصريين بعيد الميلاد مشيرا إلى أن المحافظة تشهد عهدا جديدا من الاستقرار والأمن والبناء أكد لقم سكر الاسفهمي وكيل مطرانية الأقباط الأرثدوكس بمحافظة سوهاج أن مصر سوف تظل دائما آمنة بفضل شعبها وقيادتها الحكيمة جاء ذلك خلال استقبال مطرانية سوهاج المحتفلين بعيد الميلاد المجيد حيث أشهد وكيل المطرانية بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة وتهنئة قدسة البابا توادر الثاني بعيد الميلاد المجيد تفلنا الليلة الماضية والنهارضة هو عيد الميلاد يعتبر بالنسبة للمصريين كلهم لأن هذا عيد للأخباط كلهم وطبعا كلنا كمصريين أخباط مسلمين أو مسيحيين أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي دعم الحكومة المستمر لدور منظومة الشكاوى الحكومية وذلك في تلقي وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص والرد عليها إلكترونيا والمساهمة كذلك في حلها جاء ذلك خلال متابعة لجهود منظومة الشكاوى الموحدة في التعامل مع المواطنين خلال ديسمبر وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطيد جسور الثقة مع المواطنين هذا وقد طلقت المنظومة ورصدت 115 ألف شكوى خلال ديسمبر وفي هذا الإطار تحرس الحكومة على توفير قنوات تواصل عصرية تتناسب ومختلف شرائح المجتمع المصري لتلقي ورصد شكاوى المواطنين من خلال دعم رئيس مجلس الوزراء الدائم للمنظومة عبر توجيه القيادات بجميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية بفحص ودراسة تلك الشكاوى وتقديم أفضل استجابات ممكنة لأصحابها تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضية حكب السلع والباية بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 379 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 293 طن مواد غزائية وغير غزائية أما في مجالي حكب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المذعومة تم ضبط قرابة 9 أطنان وفي مجال حكب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأعلى من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 261 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغزائية وغير الغزائية تم ضبط أكثر من 13 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 10 أطنان أسمنت أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 345 قضية من بينها 129 قضية خبز ناقص الوزن و103 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تمضت خمس قضايا مضبوطات بلغت أكثر من 253 طن إلى تطورات ملف الأزمة الروسية الأوكرانية وفيها جدد وزير الدفاع الأمريكي إلايد أستن دعوته للدول الحليفة إلى تقديم أنظمة دفاعية جوية وقدرات إضافية أخرى لمساعدة أوكرانيا لدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها وذلك في إعقاب تقديم واشنطن لحزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة أكثر من 3.5 مليار دولار هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية نتدريب القوات الأوكرانية على نظام الصواريخ باتريوت سيبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية يتواصل تدفق الأسلحة لتغذية الصراع المستعر بين موسكو وكييف وحلفائها من دول الغرب الولايات المتحدة الأمريكية ووسط ما تشهده من زخم سياسي في الكونجرس أعلنت تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا والدول المجاورة لها من أعضاء حلف شماد الأطلنطي بقيمة تزيد على 3.75 مليار دولار بهدف تعزيز القدرات العسكرية لأوكرانيا وجيرانها في مواجهة العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا منذ أكثر من عشرة أشهر وفي دعم نوعي من واشنطن لكييف تتضمن الدفعة الجديدة من المساعدات الأمريكية مركبات برادلي القتالية الملقبة بمدمرة الدبابات بسبب مهارتها القتالية الكبيرة واستخداماتها المتعددة لنقل الجنود إلى ساحة القتال وكفاءتها الفائقة في إطلاق صواريخ مضادة لاستياد الدبابات لأول مرة سنحصل على مركبات براد المدرعة وهذا هو بالضبط ما نحتاجه بالإضافة إلى بنادق وقذائف جديدة عالية الدقة وصواريخ جديدة وطائرات مسيرة ونستطيع القول إنها حزمة مساعدات مناسبة جدا وأتوجه بالشكر للرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء الكونجرس وجميع الأمريكيين الذين يقدرون الحرية ويعرفون جيدا أنها تستحق الحماية والدعم وبينما دخلت الحرب مرحلة حرجة تتحرك الدول الغربية لدعم كييف حيث أعلنت ألمانيا كذلك عن عزمها تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا تشمل أربعين حاملة أفراد من طراز مارديل خلال الربع الأول من العام الحالي بالإضافة إلى اعتزام برلين تدريب الجنود الأوكرانيين على استيعاب الأسلحة الجديدة وبالإضافة إلى أوكرانيا تدمنت الحزمة أيضا مبلغا إضافيا قدره 682 مليون دولار للشركاء الإقليميين والحلفاء على الجانب الشرقي من حلف الناتو لتشجيع أولئك الذين أرسلوا أصلحة إلى أوكرانيا على تقديم المزيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذا وقد أوضحت الشركة في بيان رسمي أن المرحلة الأولى من الاختبارات الحكومية بدأت على سفينة رازكي الصاروخية والتي بنيت في إطار مشروع حكومي لصالح الجيش الروسي أضفت أنه خلال الاختبارات والتي ستجرى في البحر سيتم التحقق من القدرات الحركية لصفينة ومنصات هبوط المروحيات الموجودة على متنها بالإضافة إلى منظومات للتسليح وعمل الرادارات وأجهزة الصنار لاكتشاف الأهداف المعادية تحت الماء قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها في أوكرانيا ستلتزم بوقف إطلاق النار والذي إعلنته موسكو من جانب واحد بمناسبة عيد الميلاد المجيد حتى منتصف الليل على الرغم من رفض أوكرانيا لعرض التهديئة وذكرت وزارة الدفاع في إفادتها اليومية أن قواتها رضت نيران المدفعية فقط عندما أطلقتها القوات الأوكرانية ورفضت أوكرانيا عرض موسكو بوقف إطلاق النار ووصفته بأنه حيلة هزدية تهدف إلى منح القوات الروسية فرصة للراحة وإعادة التسلح قالت أنها ستواصل محاولة استعادة الأراضي التي استولت عليها موسكو أقر وزير الدفاع الأوكراني أولاكسي ريزينكوف بأن قواته تنفذ مهام حلف الناتو وتشارك في الصراع ضد روسيا نيابة عن الحلف وقال أولاكسي إن أوكرانيا تقاتل بمفردها بالنيابة عن الغرب معتبرا أن دول الناتو ملتزمة بتسويد كييف بالأسلحة إن كانت 42 يوم منذ روسيا تقاتل بمفردها بالأسلحة قال ميخايل رازوف جيب حاكم مدينة سيفستبول في شبه جزيرة القرم إن الدفاعات الجوية أسقط الطائرة مسيرة فوق المدينة وأشار رازوف جايف إلى أن الهجوم هو أحدث محاولة أوكرانية لاستهداف الميناء الذي يتمركز في أسطول البحر الأسود الروسي فيما لم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن الهجوم أعلنت السلطات دونساك أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي دونساك بمئة قضيفة من القضائف مختلفة الأعيرة خلال الأربع وعشرين الساعة الماضية يأتي ذلك فيما لم يرد وترد أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين بينما تضرر أحد مرافق البنية التحتية المدنية كنتيجة للقصف أعلن رئيس الإدارة العسكرية في خيرسون بأوكرانيا ياروسلاف نايوفيتش أن الجيش الروسي قصف خلال الساعات الأربع وعشرين سال ماضية منطقة خيرسون بتسعة وثلاثين مرة وقال يانوفيتش أن القصف أصفر عن مقتل شخص وأصابة سبعة آخرين مشيرا إلى أن عدة مناطق تعرضت للقصف باستخدام نظم مدفعية متعددة الإطلاق والدبابات كان الرئيس الروسي بلايمين بوتين أشار إلى أن هذه العملية العسكرية جاءت استجابة لطلب المساعدة من روسيا جمهوريات دونباس وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية لكنها تهدف إلى نزع السلاح وأردت الولايات المتحدة وحلفائها بفرض عقوبات صارمة وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا قالت الحكومة البريطانية أن وزراء العدل من عدد من دول العالم سيجتمعون في لندن وذلك لزيادة الدعم المقدم للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها المتعلقة بجرائم الحرب المحتملة في أوكرانيا سيحضر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الاجتماع والمقرر عقده في مارس القادم وأفد بيان للحكومة البريطانية بأن الاجتماع سيسعى إلى زيادة الدعم المالي والعملي عالمياً للمحكمة الجنائية الدولية وتنصيق الجهود لضمان أن يكون لديها كل ما تحتاجه لإجراء التحقيقات وملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم في هذه الأزمة أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتيريش ضرورة بذكافة الجهود الدولية لتقليل الأثار السلبية نتيجة عن الصراع في أوكرانيا وقال جوتيريش أن الأوضاع الحالي في أوكرانيا ما زالت بعيدة عن رؤية السلام أو حتى إمكانية إجراء مفاوضات على هذا النحو ملحانات ملحانات في الوناس كانت تغيراً لديهم حتى تحقيقات محاولة سيئة تحقيقات محاولة موسيقى 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 ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي للصين من 11 مليار دولار إلى 3.128 تريليون دولار في الشهر الماضي مقارنة مع 3.54 تريليون دولار و 3.117 تريليون دولار في نوفمبر وقد ارتفع اليوان بـ 82.10% مقابل الدولار في ديسمبر بينما انخفض الدولار في الشهر الماضي بـ 23.10% مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى بعد انخفاضي بـ 97.10% مقابل الدولار في عام 22 وصل اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 4 أشهر مقابل الدولار في أول يوم تداول خلال العام الجديد في الثالث من يناير مدعوما بتفاؤل المستثمرين ببدء التعافي الاقتصادية المحلية في وقت مبكر أكثر مما كان متوقع تراجع النشاط الخدمي في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ مايو 2022 مع تراجع الطلبيات الجديدة وكشفت بيانات معهد الإمداد الأمريكي أن مؤشر مدير المشتريات الخدمي بلغ 49.6 نقطة في ديسمبر الماضي مقابل 56.5 نقطة في نوفمبر السابق له وذلك مقارنة بتوقعات تسجيل 55 نقطة قال رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد كيفين ماكرت إن أولويات عملية تنحصر في خفض الأسعار وأكد أن التزامه بيقف تزايد الدين القومي كما تعهد بتحسين جودة الحياة في الولايات المتحدة الأمريكية وجعل العائلات الأمريكية أكثر سعادة مشددا على ضرورة ترشيد الإنفاق العام وتمكن الجمهوري كيفين ماكرت من الفوز برئاسة مجلس النواب الأمريكي حيث أنهت الجولة الخامسة عشر من التصويت أزمة لم تشهدها الولايات المتحدة منذ 160 عاما في الهيئة التشراعية الأمريكية بعد أربع عشرة جولة متعثرة تمكن زعيم الأغلبية الجمهورية كيفين ماكرت أخيرا من الفوز برئاسة مجلس النواب الأمريكي وذلك في الجولة الخامسة عشرة من التصويت ماكرت تغلب على المقاومين من حزبه والتوترات في المجلس بعد أسبوع فوضوي اختبر قدرة الأغلبية الجديدة للحزب الجمهوري على حكم البلاد وبعد أربعة أيام من عمليات الاقتراع المرهقة تمكن ماكرت من إقناع أكثر من عشرة من المحافظين الرافضين له ليصبحوا من مؤيديه بذلك فاز ماكرت على المرشح الديمقراطي حكيم جيفرز بعد أن أدل السياسي رايان زينكي من ولاية منتانا بصوته مانحا ماكرت الفوز الذي كان ينتظره منذ أيام فمن بين مئتين وثمانية وعشرين صوتا تم الإدلاء بها حصل ماكرت على مئتين وستة عشر صوتا فيما حصل جيفرز على مئتين واثني عشر صوتا وبعد جولة التصويت الحاسمة هنى الرئيس الأمريكي جو بايدن زعيم الجمهوريين الجديد وأبدى استعداده للعمل معهم إذا كانوا مستعدين للعمل معه تحول مذهل شهدته الأحداث في الجولة الخامسة عشرة تحت قبة النواب الأمريكي بعد أن وافق ماكرت على العديد من مطالب المنتقدين بما في ذلك إعادة العمل بقاعدة مجلس النواب التي من شأنها أن تسمح لأي عضو بالدعوة للتصويت لعزله من منصبه هكذا تزعم كرث الفوز وأنهى به أزمة لم تشهدها الولايات المتحدة منذ 160 عاما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعلن معهد الهجرة المكسيكية أنه من المقرر أن يلتقي مسؤول الهجرة الأمريكيون والمكسيكيون في ألباسو قبل يوم من أول زيارة للرئيس جو بايدن للحدود منذ ثوليه المسؤولية وقال المعهد أن الاجتماع بين رئيس الهجرة المكسيكي فرانسيسكو جاردونو ومسؤول حرس الحدود في مدينة تاكسس الحدودية يهدف إلى تنصيق الإجراءات لمنع المهاجرين من التعرض للخطر وتأتي زيارة بايدن إلى باسو قبل اجتماعه بالرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في هذا الأسبوع في المكسيك هذا وقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستوسع القيود لطرد المهاجرين من كوبا ونيكا جارو وهايتي والذين سيتم اعتقالهم وهم يعبرون الحدود بشكل غير قانوني هبطت طائرة داخلية تابعة لشركة جاتستار اليابانية اضطراريا في مطار تشوبو سنترير الدولي في وسط اليابان بعد تهديد بوجود قنبلة وذكرت وزارة النقل اليابانية أن الشرطة لم تعثر على عبوات ناسفة لكن أصيب خمسة ركاب بجروح طفيفة أثناء إجلائهم يذكر أن الطائرة كانت متجهة إلى مدينة فوكوكا من مطار ناريتا بالقرب من توكيو وتقل 136 راكب وستة من أفراد الطاقة نقلت السلطات الاندية ما يقرب من مئتي شخص من منازلهم في بلدة جوشيمات الواقعة في جبال الهملايا بعد أن ظهرت تصدعات في مئات المباني في المنطقة التي يرتادها سياح وقد حذر خبراء من أن أعمال البناء واسعة نطاق بما في ذلك مشاريع الطاقة المائية في هذه المنطقة وحولها يمكن أن تؤدي إلى هبوط أرضي تجري الصين محادثات مع شركة فايزر الأمريكية للحصول على ترخيص يسمح لشركة الأدوية المحلية بتصنيع وتوزيع نسخة من عقار باكسلوفيت الذي تنتجه الشركة والمضاد لكورونا والفيروسات في الصين قالت مصادر إن الجهة المنظمة للمنتجات الطبية في الصين وهي الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية ترأس المحادثات مع شركة فايزر منذ أواخر الشهر الماضي وتواجه المستشفيات الصينية ضغوطا شديدة بعد أن تخلت الحكومة فجأة عن سياسة صفر كوفيت الشهر الماضي ما أدى الارتفاع عدد الإصابات تبدأ البرتغال من الغد فرض قيود على القادمين للبلاد جوا من الصين بإلزامهم بتقديم ما يثبت عدم إصابات بكوفيد 19 وذلك قبل يومين على الأقل من مغادرة الصين لتحذو بذلك حزو دول أخرى طبقت مثل هذه القيود هذا وقد قالت وزارة الصحة البرتغالية أن شركات الطيران ستكون مسؤولة عن تنفيذ هذا الإجراء على متن الطائرة مشيرة إلى أنه قد يتم إجراء اختبارات عشوائية على الركاب القادمين جوا من الصين لرصد التسلسل الجيني للمتحورات السارية من أجل المساهمة في التقييم المناسب للوضع الوبائي نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تم تدوله من أنباء بشأن إصدار قرار بحذف أجزاء من المناهج في امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل خلال عام 2022-2023 وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بكافة المراحل التعليمية ابتدائية وإعدادية وثانوية ستتضمن منهج الفصل الدراسي الأول كاملا دون حذف أي جزء منها موضحة أن كافة الأسئلة ستكون من داخل المناهج المقررة على أن يتم بناء الأسئلة وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وتخاطب جميع المستويات الطلابية أقيمت سوق للسيارات متكامل الخدمات الجديد بطريق العين السخنة وذلك ضمن أعمال تطوير الخدمات المقدمة للمواطنيين بناء على توجيهات القيادة السياسية سوق السيارات هذا قد تم تنفيذه بأقصى المعايير العالمية في الجودة ويضم جميع الخدمات بداية من طرق عرض المركبات وإجراءات شرائها حتى عمل الصيانة اللازمة لها وخدمات ما بعد البياء ترجمة نانسي قنقر شهدت محافظة أسيود بدء صب الخرسانة في قنطرة الضيروتية بعد الانتهاء من مرحلة تجهيزات الموقع والأعمال المؤقتة كما يجري العمل في قنطرطي أبو جبل والسحلية لاستكمال المرحلة الأولى المستهدفة خلال فترة السد الشتوية من الخامس إلى ثلاثين من شهر يناير الجاري هذا ويتم استخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية في أعمال تصميم وتنفيذ بوابات القناطر ما يضمن تحقيق دقة عالية في أعمليات التحكم وتوزيع المياه خطوة غير مسبوقة في مجال الخدمات الطبية المتخصصة يقدمها مستشفى سهاج الجامعي الجديد هذا وقد تم افتتاح المستشفى بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للمحافظة جهود حسيسة تبزلها الدولة للارتقاء بالمنظومة الطبية والعلاجية في جميع محافظات الجمهورية ومن ضمنها محافظات الصعيدة وذلك من أجل الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ويأتي مستشفى سهاج الجامعي الجديد الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة الأخيرة لمحافظة سهاج ضمن تلك الجهود ويمثل إضافة قوية للمنظومة الطبية بمحافظات صعيد مصر حيث يوفر خدمات طبية من خلال وحدات علاجية نوعية حديثة في عدة تخصصات نوعية كانت تحتاجها المنظومة الطبية بمحافظات الصعيد مستشفى مدؤوم ب53 عيادة خارجية و16 غرفة عمليات كاملة التجهيز به أيضا مبنى تعليمي مكون من دورين في كل دور فيه مدرج وعدد خمس فصول دراسية للطلاب نستطيع من خلال تقنية الفيديو كونفرنس ناقل ما يجري داخل غرف العمليات للتعلم للطلاب من طلاب كلية الطب أيضا نستطيع استقبالهم في العيادات الخارجية للتدريب على كيفية تشخيص الأمراض وعيلك المستشفى الجامعي التعليمي الجديد يضم 16 غرفة عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات المتطورة طبيا كما توجد أربع غرف مناظر جراحية مختلفة فضلا عن غرفتين للولادة القيصرية وأربع غرف للولادة الطبيعية المستشفى تكون من مبنى رئيسي على مسطح 5000 متر تكون من دور أرضي وأول وعلوي وأول علوي تاني علوي تاني علوي تاني علوي ورابع علوي الدور الأرض يتكون من قسم الطوارئ وقسم الأشعة ومطبخ مركزي وتعقيم مركزي ومقصدات الموتى أما الدور الأول يتكون من قسم الغسيل الكاروي وقسم المعامل المركزية وعادات خارجية الدور الثاني يتكون من ناظر جراحية وعادات خارجية الدور الثالث يتكون من حضنات مبتسرين وغرف إقامة أما الدرابة تكون من قسم العمليات والرعاية المركزة مستشفى صهاج الجامعية يضم 300 سرير بالإضافة إلى المبنى التعليمي المطور الملحق بالمستشفى حيث وفرت الجامعة 300 طبيب مقيم في المستشفى ويصل عدد الأساتذة إلى نحو 965 طبيباً ما بين مدرس وأستاذ مساعد وأستاذ واختصاصي انتهت وزارة الثقافة من توثيق 400 مبنى تراثي استعداداً لضمها للأرشيف القومي للمباني التراثية ذات الطابع المعماري المتميز والذي يشرف على إعداده الجهاز القومي للتنصيق الحضري يعد الأرشيف القومي للمباني التراثية أحد أهم المشاريع التي أطلقتها الدولة بهدف حصر المباني التراثية وتوثيقها وحمايتها هذا وقد نظم الجهاز القومي للتنصيق الحضري لجنة لإعداد استمارات قاعدة بيانات المباني التراثية ذات الطابع المعماري المتميز وضمها الأرشيف القومي للمباني التراثية على مستوى الجمهورية استحوذت البعثة المصرية على النسبة الأكبر من مقاعد منافسات الدور نصف نهي في بطولة بريطانيا المفتوحة لناشئ الاسكواش والمقامة حاليا في منية برانجهام البريطانية هذا وقد حققت البعثة المصرية حتى الآن نتائج متميزة في الدور ربع النهائي وتأهل على إثرها 25 لاعب نصري بمختلف الفئات العمرية إلى الدور نصف النهائي بينما تأهلت الولايات المتحدة الأمريكية بخمسة لاعبين وماليزيا بثلاثة لاعبين وانجلترا باثنين من اللاعبين بينما تأهلت هولندا بلاعب واحد فقط كان هذا كل ما لدينا مشاهدين الكرام من أخبار في نشرة الثالثة لم يطبقى فيها سوى التذكير بأهم العنوان احتفالات عيد الميلاد المجيدة عم أرجاء الجمهورية والرئيس السيسي يدعو المصريين للوحدة والتكاتف من أجل الوطن واشنطن تعلن تقديم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بأكثر من ثلاثة وخمسة وسبعين من مئة مليار دولار وكييف ترحب بشدة بعد مخاض عصير مكارثي يفوز برئاسة مجلس النواب الأمريكي في الجولة الخامسة عشر من التصويت مشاهدين الكرام وصلنا مع حضرتكم لنهاية نشرة الثالثة من التلفزيون المصري شكرا لطيب المتابعة وكل عام وأنتم بخير دمتم في أمان الله إلى اللقاء